من تل فريقات تشاك كازور قرارات للسياحة يحييكم اليوم اصطحبنا عدة حوائل قدموا من أربيل بدأت رحلتنا هذي أول توقف صار أنه في تشاك كازور احنا الآن في تل فريق طبعا ورح نطلع من تشاك كازور نتوجه إلى دير هاغارتسين الدير الذي رممه الشيخ الدكتور السلطان بن محمد القاسمي دير القرون الوسطى بعدها رح نتوجه إلى لؤلؤة أرمينيا الزرقاء إلى بحيرة سيبان وإن شاء الله إذا صار مجال ننقل لكم مشاهد حية من الرحلة سوف ندير الكاميرا حتى تشوفون الطبيعة هنا اللي عبارة عن بحر من الخضار هذا الأشجار ببصل الشتاء أو المنطقة بأكملها عبارة عن فص أبيض قطعة من الثلوج اللي يصعد بالتلفريق ينزل ياخذ الصور التذكارية يشوف الطبيعة يشوف المنطقة بأكملها من فوق ويرجع يركب بنفس التلفريق ومن الجهة الأخرى يرجع ينزل المكان اللي يصعدنا منها هذا القسم من القروب اللي معانا يصعدين بالمقعد الخلفي ردنا نذكركم بأن الطاقص هنا يختلف درجة الحرارة في هذا المنتجة عن ياريفان هنا اليوم تقريبا هسا 22 درجة بحين في ياريفان 32-33 ما لا يقل عن عشر درجات فرق بين ياريفان وهذا المكان حسنا نشاهد ذاك المنطقة اللي ما بيها الأشجار هذه المنطقة اللي مخصصة للتزلج كما ذكرنا بأن هنا تقام ألعاب التزلج على الثلوج من نظفين المكان يصعدون المتزلجين بالتلفريك إلى أعلى الجبل ويمارسون لعباتهم نشوف المقاعد الأمامنا أيضا العوائل اللي احنا رافقناهم اللي قدموا من عينكاوة من أربيل أريد أذكركم أخوان اللي دتتابعونا آرارات للسياحة في أرميني احنا ما ننظم القروب أنتوا تنظمون القروبات قبل ما تتصلون بنا واحد هو وعائلته أخو وعائلته أخو أو ابن عمه وعائلته بن عمه يتبقون مسبقا ويتصلون بنا هم يكونون مكونين القروب الخاص بها يعني احنا شغلنا يختلف عن شغل الشركات والمكاتب الأخرى القروب أنت تتكونها وعائلتك بنفسكم مع الناس اللي ترتاحونهم حتى لا تصير مشاكل بعد ما تكمنون القروب تتصلون بنا تقولون احنا راح نوصل اليوم الفلاني والساعة الفلانية على الخطوط الجوية الفلانية احنا تلاقونا قدامكم بالمطار نستقبلكم أما تحجزون الأوتيلات والسكن أنتوا أو تتبقون معنا مسبقا أن نؤمن لكم السكن في هذه الحالة راح يكون الباكيج يختلف سعره راح يكون السكن زادا استقبال وتوديع مع البرنامج السياحي أريد أذكركم عندنا خصومات خاصة من معظم الفنادق والمنتجعات المتواجدة في أرمينيا نسبة الخصوم 5% عن البوكينج أعتقد البوكينج كل العالم اليوم يتعامل بي ويعرفه تدخل على أي أوتيل من خلال البوكينج دوتكم تقول أريد الفنق الفلاني في ياريبان ينطيك سعره السعر اللي تلاحظ أمامك احنا عدنا خصم عندنا 5% هذا الخصم يكون من نصيبكم شوفوا هنا هذول الشباب الطائش نايم الأفندي نايم فوق الكورسي بوالكل فري ورافع الواقي او الحديد اللي يحميه شوفوا شوفوا النات هذا إذا وقع منها طبعا يتكسر هلاو باريف فنحاول نتأخذون الحذر شوفوا العارضة هالشكل المفروض يكون مغلق جولة ممتعة جدا جولة طيف نترجل هنا شوفوا الطبيعة هذه الطبيعة المشهد اللي تشاهد بصعود أثناء الرجوع ما تقدر تشاهد نفس المشهد راح تشاهد مشهد مختلف تماما هنا الكوفي شوف هاي توني شلونك حبيبي أهلا وسهلا هلا بيكم هلا هلا طبعا هذا كوفي شوف تقدر من تجي تصعد هنا تنزل تترجل تأخذ لك من جان قهوة أو كوب شاي أو كاباشينو شوش تحب هذو اللحظ اللحظة اللحظة يرجعون تصعدوا صوروا أخذوا صور تتقارية ورجعوا هذي آخر نقطة هنا لازم نترجل النزول لازم يكون شوية يرد لسرعة تنزل وتركض باتجاه اليمين والآخر يركض باتجاه اليسار ما لا حاج صاحب ناش طانتين آخوة هذي احنا ترجلنا من التلفريك هذي الغابات هنا من فوق تصور ترتاح هناك فرس يريد يصعد فرس يأجر الفرس ويفتار هذا طريق الرجعة اللي قلنا المشهد يختلف قار مع المشهد أثناء الصلون نصر ما نتوفر لما نشهد لما نشهد لما نشهد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر